هم صفة الأقوام فاعرف قدرهم وعلى هداهم يا موفق فاهتدي واحفظ وصية أحمد في صحبه واقطع لأجله مورسان المفسدي عرضي لعرضهم الفداء وإنهم أزكى وأظهر من غمام أبدا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وتابعيه ومن والاه مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الأمنة وقد كنا في الحلقة الماضية مع قصة زيد بن حارثة وكيف تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الحلقة نعيش مع سيرته وتضحياته التي قدمها لدين الإسلام حتى لحق بالرفيق الأعلى شهيدا مع السابقين الأولين نقل حفاظ الإسلام في كتب السيرة أن زيد بن حارثة رضي الله عنه بدأ مسيرة الجهاد وساهم في وضع اللبنات الأولى لبنيان الدين العظيم متبعا أوامر سيده ونبيه صلوات الله وسلامه عليه ويلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه الأذى أيام المحنة في بداية الدعوة ويكون رفيقه إلى الطائف يمسح الدم عن وجهه الشريف ويصد عنه حجارة سفهاء ثقيف ويهاجر زيد رضي الله عنه إلى المدينة مع المهاجرين فيؤاخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وفي هذا إعلان واضح عن إلغاء الإسلام لفوارق النسب ومقاييس الجاهلية وأن تقوى الله هي الحقيقية وهي المطلوبة فتقوى الله هي الأعلى وما بعدها من المفاخر ينطوي تحتها ويشهد الحب بدرا فيقتل فيها المشرك حنظلة ابن أبي سفيان ابن حرب حتى إذا كتب الله النصر فيها للمسلمين أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى المدينة بالظفر والنصر ثم يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد ويشهد معه كذلك الخندق وخيبر ويبرز دور زيد رضي الله عنه في ميادين الجهاد والقيادة فيستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أحيانا إذا خرج منها ويوليه أميرا على الجيش إذا بعثه فقد كان شديد الثقة به رضي الله عنه ويراه صلى الله عليه وسلم خليقا بالإمارة حتى كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في سرية إلا أمره عليهم ولو بقي لا استخلفه ويزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إكرامه لزيد رضي الله عنه وتحقيقه لقيم الإسلام النبيلة فيزوجه من ابنت عمته زينب بنت جحش رضي الله عنها السيدة القرشية ذات الحسب والنسب ولكن الزواج لا يستمر فيطلقها زيد رضي الله عنه ويتزوجها بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك حكمة من الله سبحانه وتعالى وهي إبطال عادة التبني من جذورها فلو كان زيد رضي الله عنه ابنه لما حل له أن يتزوج مطلقته وأنزل الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان زيد رضي الله عنه يقال له كما قلنا سابقا زيد بن محمد فلما نزل قول الله عز وجل أدعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله رد زيد إلى اسم أبيه فأصبح يدعى زيد بن حالثة لكنه بقي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقرب الناس إليه فالحالثة لم تغير القلوب لكنها ثبتت تشريعا هاما في أمة الإسلام إلى يوم الدين ثم يأتي اليوم المنتظر يوم امتحان الحبيب بفراق حبيبه إنه يوم مؤتى ومؤتى هي أرض بأدنى البلقاء من أرض الشام وفي هذه البقعة قتل الحارث ابن عمير الأزدي رضي الله عنه رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك بصرة ووصل خبر مقتله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه الأمر إذ قتل رسوله عدوانا وظلما وكان مقتله بمثابة إعلان للحرب على المسلمين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتجهزوا للخروج وقال لهم أمير الناس زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر ابن أبي طالب فإن قتل فعبد الله ابن رواحة فإن قتل فليرتضي المسلمون بينهم رجلا فيجعلونه عليهم وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء الأبيض ودفعه إلى زيد رضي الله عنه وأمره أن يأتي مقتل الحارث بن عمير فيدعو الناس إلى الإسلام فإن أجابوا وإلا استعانوا عليهم بالله وقاتلوهم وخرج صلى الله عليه وسلم مشيعا للجيش حتى بلغ ثنية الوداع فوصل جنت وكان مما قال أغزوا باسم الله في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ووقف المسلمون من خلفه يودعون الجيش قائلين دفع الله عنكم وردكم صالحين غانمين فلما وصل الجيش أرض المعركة وفوجئ المسلمون بجيوش جرارة لا قبل لهم بها ونزل جيش الروم ومن انضم إليهم من عرب الشمال غير بعيد عن المسلمين ورفع زيت بن حارثة رضي الله عنه اللواء عاليا واندفع يقاتلوا ببسالة لا مثيل لها كيف لا وقد حمله نبيه وحبيبه عليه الصلاة والسلام راية الإسلام وانهالت عليه الرماح من كل جانب ولكن زيدا رضي الله عنه لم يكن يرى أمامه إلا جنات عدن التي وعد الله عباده ولم يكن يفكر إلا بالنصر على الأعداء ليقر عين النبي صلى الله عليه وسلم وربما كانت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم له حينما قال له يا زيد أنت مولاي ومني وإلي وأحب الناس إلي كانت هذه الكلمات ترافقه وتلهب حماسته وحبه وفداءه وقاتل أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المشتاق إلى الجنة ولا شك ولا شك أنه كان يتمنى أن يتابع مسيرة الجهاد إلى جانب الحبيب صلوات الله وسلامه عليه ولكنه اختار هذه المرة لقاء ربه فلم تمضي ساعات على بدء القتال حتى لحقت الروح حتى لحقت روح ذلك الأمير بأرواح الشهداء في الملأ الأعلى في جنات الفردوس فأخذ اللواء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقاتل حتى لحق بصاحبه ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فناضل أبسل النضال حتى انتهى إلى من انتهى إليه صاحباه هناك اصطلح الناس على خالد بن الوليد رضي الله عنه فانحاز بالجيش وأنقذه من الهلاك المحتم أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان واقفاً في المدينة في تلك اللحظات الصعبة على منبره ينظر إليهم والناس من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رفعت له الأرض حتى نظر إلى معترك القوم فأخذ ينقل للناس أحداث المعركة وينعى لهم أمراء الجيش الثلاثة وعيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال إنهم انطلقوا فلقوا عدواً فقتل زيت شهيداً فاستغفروا له ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيداً فاستغفروا له ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهيداً فاستغفروا له ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ثم رفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم هو سيف من سيوفك فانصر دفن المجاهدون الأمراء الثلاثة الأبطال وكل من فاز بالشهادة في تلك المعركة المباركة في أرض المعركة ولم يلبث الجيش أن عاد إلى المدينة فخرج المسلمون لاستقبالهم وبكى النبي صلى الله عليه وسلم زيداً وجعفراً وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين وقال عن زيد أخوايا ومؤنسايا ومحدثايا وأقبلت عليه بنت زيد وهي تجهش بالبكاء فبكى عليه الصلاة والسلام حتى انتحب فسأله سعد بن عبادة رضي الله عنه يا رسول الله ما هذا فأجابه قال هذا شوق الحبيب إلى حبيبه ثم قال صلى الله عليه وسلم استغفروا له وقد دخل الجنة وهو يسعى مشاهدي الكرام سنبقى نذكر زيداً كلما ذكر الحب والشوق وكلما فتحنا المصحف الشريف وقرأنا سورة الأحزاب سيطالعنا اسم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله تعالى لم يسم في القرآن صحابياً باسمه إلا زيداً رضي الله عنه وذلك في قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرأ فهنيئاً لك يا زيد ذكر اسمك في كتاب الله العزيز وهنيئاً لك بحياة قضيتها حبيباً مقرباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهنيئاً لك بآخرة تحياها في كنف الرحمن وجنة تدخلها وأنت تسعى أيها المشاهدون الكرام اجتملت هذه الصفحة المشرقة على عبر ودروس وعظات فمنها أن خدمة التابع للمتبوع هي صحبة مباركة فإنها تنتج ثمرات تعليمية وثقافية وتاريخية فملازمة الولد لوالده والتلميذ لأستاذه تستخرج من قلب الكبير للصغير كلما ذكرته آنفاً وهو أمر لا يخفى على صغار طلبة العلم ويظهر هذا في مرافقة زيد لنبي الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العبر أنه ينبغي على كل قائد فرقة أن يؤاخي بين من ولي عليهم ويزيل ما قد يقع بينهم من خلاف وليحذر التحريش بينهم بالقول أو بالفعل أو بسماع كلام على رجل أو بإيثار بعضهم دون بعض ومؤاخات النبي صلى الله عليه وسلم بين عمه حمزة وزيد مثال ونبراس لنا في هذا الأمر الإسلامي المهم وقد قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة أيضاً من العبر التي يمكن أن تستنبط من هذه الصفحة المشرقة من قصة زيد رضي الله عنه أنه يشرع التبشير بالنعم فقد أمر صلى الله عليه وسلم زيداً بتبشير أهل المدينة بالنصر المبين في بدر ويشرع أيضاً أن يستخلف الأمير والمسؤول من ينوب عنه ليتدرب الآخر أي الصغير المناب على تحمل المسؤولية وإدارة الأمور الصعبة وأيضاً هذا من أساليب التربية المفقودة في البيوت في هذا العصر فقد ترك المجال للأبناء والبنات فإن ترك المجال للأبناء والبنات على تحمل المسؤولية ينتج تدريب على صعوبات الحياة المستقبلية فإذا لم يتدربوا على ذلك يصعب عليهم أن يستقبلوا حياتهم ولذلك يحجم كثير من الناس عن تزويج ابنته إذا جاء إليها الخطيب لأنها لا تستطيع أن تتحمل مسؤولية وكذلك يحجم الأب عن تزويج ولده أو عن تحميله مسؤولية لأنه ما تدرب ولم يتعلم مشاهدي الكرام وفي قصة حب رسول الله زيد بن حارثة عبر وعبر ودروس كثيرة أشرت إلى بعض منها وأترك لكم لتجولوا بخيالكم في قصته رضي الله عنه وفي الختام آن لي أن أطوي هذه الصفحة المشرقة من سير الأمنة ليكون اللقاء في حلقة أخرى عن صحابي آخر والحمد لله رب العالمين هم صفة الأقوام فاعرف قدرهم وعلى هداهم يا موفق فاهتدي واحفظ وصية أحمد في صحبه واقطع لأجله مورسان المفسدي عرضي لعرضهم الفداء وإنهم أزكى وأطهر من غمام أبردي فالله زكاهم وشرف قدرهم وأحلهم بالدين أعلى وقعد